بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم معكم مستر أحمد الباشا وإن شاء الله هنبدأ مع بعض لسن فري في أكسس فري اللسن ده بعنوان positive effects of ICT إحنا عارفين إن ICT هي الأدوات اللي بتساعدنا تكنولوجيا إن إحنا نكون أفضل يعني مثلا إنت لما بتذاكر أونلاين لما بتتفرج الوقتي على يوتيوب مثلا وإنت كشخص بيتعامل على الإنترنت وبتعامل مع الأجهزة الإلكترونية وبتعامل مع الحاجات دي فإنت digital citizen زي ما شرحنا قبل كده as a digital citizen you use ICT tools to learn إنت بتستخدم ICT tools للتعلم لlearn ممتاز طيب to share بقى إنك تعمل sharing إنك تشارك المعلومات to communicate إنك تتواصل مع غيرك وعلشان كده Egyptian government الحكومة المصرية provided digital tools وفارت أدوات and resources وكمان وسائل كتيرة ومصادر that can help you to enjoy your time through digital books, activities, watching, videos, TV channels presented by experts من وسط خبراء في التعليم والحاجات دي كلها ليها هدف الهدف بتاعها هدف يعني goals كلمة هدف يعني goal its goal is to implement a skills based education and ensure that وتتأكد إن all students can access learning material equally ودي نقطة مهمة إن الكل عنده الفرصة إنه هو يستخدم كل الأدوات الخاصة بالتعليم في نقطة برضو مهمة هنا إن digital devices ممكن واحد يقولي طب يا مستر أنا مش عاوز أشتغل مثلا أو مش عاوز إن أنا أتعلم بوسائل الـ digital دي والله يبص هي الوسائل الـ digital اللي مفيدة ليك والغيرك يعني مثلا إنت عندك هنا digital devices can help nonverbal nonverbal person اللي هو الشخص اللي مش بيتكلم بطلاقة أو بشكل أفضل حاجة يعني ماشي طب مدام محتاج إن إحنا نساعده أو محتاج إنه هو يكون بيتعلم زيك برضو can help nonverbal person communicate on to learn language at school using pictures باستخدام الأشكال والصور وكده can also beneficial when unexpected event ودي نقطة مهمة جدا فاكرين لما حصل الجائحة والأمراض وكده كنا كلنا مش عارفين نتعامل مع بعض فكانت الوسيلة في التواصل بيننا من بعض هي الـ digital devices can be also beneficial when unexpected event making us unable to leave our homes فمهم إنك تبقى معارف الكلام طبعا من أهم المصادر دي هو الـ EKB الـ EKB هو المنصة الخاصة ببنك المعرفة المصري وده بيعمل حاجة اسمها webinars اللي هي ورش عمل وندوات وزي محاضرات بتفيد الطلبة والteachers كمان على فكرة زي ندوات كده بتفيد الجميع يعني الـ webinars والندوات دي بتساعد الإنسان إنه هو يعرف إزاي إنه هو يستخدم بنك المعرف طيب من أدوات الـ ICT tools إزاي نستخدم الـ ICT بشكل بوزدف همتكلم في الدرس ده عن positive effects of ICT tools فمن أهم الأدوات بتاعة الـ ICT tools هي video sharing platforms الـ platform اللي هي المنصة اللي بتشارك الفيديوهيد زي مثلا يوتيوب ما هو يوتيوب ده منصة بس هي مش تعليمية في المقام الأول يعني هي لها كذا استخدام بيقول لي هنا video sharing platform في العموم يعني في العموم المنصات دي you can use video sharing platform to learn or teach new things يعني بنك المعرفة المصري EKP ده عبارة عن منصة فيها فيديوهات وفيها كتب فإنت ممكن تستفيد بكل ده if you want to learn how to prepare healthy meals إزاي إنت تتحضر أكلة حلوة you can search for video تقدر تدور على video that show you how to operate or how to prepare them in detail إنت تستخدم الفيديو وأكيد كلكم بتعملوا كده لما أنت سنعاوز تتفرج على إزاي تعمل مركب إزاي تعمل تتفرج على فيديو يعرفك if you have skill لو أنت عندك مهارة that you would like to share online لو أنت عندك حاجة عاوز تعبر بها online you can use video sharing platform to post a video of your own making الفيديو زي ما نسأل أنا مستر رحمة أنا بعمل فيديوهات أعلمكو بيها فأنا بشارك الفيديو ده على platform أنا باستغرب مثلا يوتيوب طيب غير الفيديو platform غير المنصة اللي بتشارك الفيديوهات فيه منصات social media دي مش هدفها الفيديو بقى دي هدفها أن إحنا نشارك الأراء ونشارك الصور بتاعتنا وكمان نشارك الفيديوهات لو إحنا آآ مثلا آآ حابين نشارك مع بعض كمان ممكن نعمل جروب ونتكلم فيه مع بعض جروب للمدرسة مثلا آآ جروب وكمان غير آآ نحن مش بتكلمين على الفيسبوك بس بتكلم على الفيسبوك وبتكلم على واتساب وهنتكلم على حاجات كتير في social media you can communicate with others online and you can virtually work virtually work يعني آآ بشكل مثلا آآ غير آآ غير الحقيقي يعني اللي هو إيه افتراضي بيسموه افتراضي يعني أنا مش قاعد معك بجدا أنا قاعد معك online ماشي virtually work with your classmates on a project outside school لو إحنا مثلا عايزين نتكلم على حاجة برا المدرسة مثلا عايزين نتكلم مع بعض ندخل على social media نتكلم you can also share with your friends via video chats إنت ممكن تقعد وتكلم مثلا حد من العيلة بتكلم حد من زمالك على الفيديو you can even join online group ممكن نعمل online group that share the same interests يعني نعمل جروب مثلا عن القطط كل اللي عنده قطة يشارك الصورة بتاعتها ونتكلم عن إزاي نرب القطط وكذا such as sports movies games like just فممكن نعمل لها مثلا زي الشطرانج مثلا طب البرامج دي زي ايه مصر يعني most social networking applications are يعني applications الكتيرة دي زي ايه مثلا من أشهر هم الواتساب واتساب is a quick way to communicate with people or between people to chat send files or foods وانتو أكيد عارفين الواتساب وتقدر ان انت تبعد فايل تقدر ان انت تسأل سؤال الفيسبوك طبعا social communication site ده موقع بتخش عليه او application بتخش عليه وتبتلي تشوف الأخبار وتبتلي تشوف أصدقائك وفيه شات طبعا برضو skype ده برنامج للفيديو يعي ده مخصص فقط للفيديو الاتصال ممكن تبقى فيديو او ممكن اتصال عادي يعي ممكن انت تتصل بواحد صاحبك وهو عنده البرنامج وانت عندك البرنامج وتكلمه مع بعض التويتر تويتر برضو شبه الفيسبوك تويتر ده شبه الايه شبه الفيسبوك برضو بيكون بتعمل post وهكذا you can share tweets التويتة دي بتبقى صغيرة شوية عن الفيسبوك يعي انت في الفيسبوك ممكن تكتب مقال قد كده ممكن تكتب كلام كتير في التويتر ما بنكتبش كلام كتير في تويتر مثلا بتكتب معلومة يعني انت ليك حوالي 140 حرف غالي ما انت حوالي جملة واحدة ماشي فالجملة دي بتكتبها وخلاص مش بنكتب كلام كتير contain text or files on your personal e personal pages وبالتالي ده كده اللي هو positive effects دي هو درس سهلي جدا هنعمل ان شاء الله revision وهنعمل اسئلة كتير على الاجزاء دي من اكونوا فهمتوه يا ري تفرجوا على الفيديو تاني بتمنالكم بإذن الله كل التوفيق والنجاح كنت معاكم مستر احمد الباشا باي باي اشتركوا في القناة